بسم الله الرحمن الرحيم وتابع للديدان الأسطوانية التي أخذناها في الحصة السابقة وهي تنوع الديدان الأسطوانية بسم الله نبقى الديدان الأسطوانية نأخذ فكرة عنها ومراجعة ما سبق منها فكرة العامة عن الديدان الأسطواني خلق الله المدبر للديدان والرخويات تكيفات تساعدها على العيش في الماء والتربة ومتطفلة تماماً كلمنا عن الفكرة الرئيسية للديدان الأسطوانية والدولانيات قناة هضمية أكثر تعقيداً مما في الديدان المفلططحة وتنشأ هذه القناة عن التجويف الكاذب لجسمها وركزنا على نقطتين في الحصة السابقة اللي هي أن تجويفها كاذب ولها قناة هضمية متطورة المفردات اللي بنا أخذها اليوم هي دا الشعيرية ورح نركز عليها ومسبباتها وكيف نتقي شرها بحول الله وقوتي أهدافنا اليوم رح نحققها تقوم خطر الإصابة بالديدان الأسطوانية الطفيلية تبين أوجه الشبه والاختلاف بين الدوارات والديدان الأسطوانية تقوم خطر الإصابة بالديدان الأسطوانية الطفيلية نركز الطفيلية وكيفية الإصابة بها وكيف نتقي شرها بحول الله وقوتي ثاني شيء رح نتكلم عن الدوارانيات ثم نقوم بمقارنة فيما بينهما والديدان الأسطوانية لأنهما يتبعون نفس التجويف الكاذب نبدأ مراجعة لما سبق لربطه بالدرس الحديث راجعنا فيما سبق أو تكلمنا فيما سبق عن الديدان الأسطوانية ديدان الأسطوانية بالنسبة لتركيبها هي عبارة عن ماذا؟ عديد خلايا ذات أنسجة ذات تناظر جانبي كاذبة التجويف أما بالنسبة للتغذية بما أننا قلنا عنها ذات تجويف كاذب إذن نلاحظ أنه في تطور بسيط فقط في تركيب الجسم ولكن ليس تطور شامل حيث نسمح لها بتكون قناة ولكن لا توجد لها قناة كاملة وإنما عبارة عن أنبوب يمتد على طول جسم ماذا؟ الحيوان له فتحتان فقط فتحت الفم وينتهي بماذا؟ بالشرد ونركز عليها لأننا سنراجعها الحين مع الدورانية التنفس مما أن جسمها رقيق ولم ينشأ أجهزة ولم يتطور للوصول إلى أجهزة فتكون تنفسها مثل الديدان وفلطحة بالانتشار وكذلك الدوران أما الإخراج عن طريق ماذا؟ الخلايا اللهبية التي تعمل على الاتزان الداخلي في جسمها الاستجابة للمثيرة لها حبلين عصبيين كما الديدان المفلطحة أو المسطحة حبلين عصبيين طوليين تبطان بحبال عصبية مستعرضة ينتهيان بعقد عصبية وهذا يسمح لها بالتأثر والتأثير في الوسط المحيطة فيه وخاصة الديدان التي تكون حرة الحركة حركتها من جلية وهذا ما يميزها أيضا تجويفها كاذب حركتها من جملية أو في عبارات أخرى صوتية انقباض عضلاتها وجود الهيكل الدعامي المائي انقباض العضلات العضلات الطولية تضغط على السائل الموجود في تجويف الكاذب فيؤدي إلى حركتها المنجلية أيضا التكاثرها جنسي والإخصار ماذا داخلي في بعضها جنس ممفصلة نلاحظ بعض الصور للديدان الأسوانية وهذا رح يكون مدخل لدرسنا اليوم بعض الصور والأشكال عندنا دودة الخل وعندنا دودة حوذة الجلدية عندنا دودة الإسكارس وعندنا دودة داء الشعرية أو التريخينة وهذه أو الديدان الشعرية وبالتالي يتضح لنا تنوع كبير في ماذا في الديدان الأسوانية التي تسمى النيمتودة أيضا أو الديدان الخيطية لأنها تشبه ماذا الخلوط وبالتالي رح نتكلم اليوم عن التنوع في الديدان ماذا الأسوانية حفظك الله نتكلم عن الديدان الأسوانية التنوع في الديدان الأسوانية وجدوا أن الديدان الأسوانية لها ما يقارب من 20 ألف نوع نصفها متطفل نصفها متطفل والباقي ممكن نكون نعيش معيشة حرة ولذلك دعت الحاجة إلى دراستها لاتقاء شرها تنوع الديدان الأصوانية لو جينا وتكلمنا عن تنوع الديدان الأصوانية كما هو موجود التي تصيب بالإنسان لو وجدنا إن منها خمسة أنواع اللي رح نتطرق عليها أول هذه الأنواع الديدان الشعيرية وهنا نسبت إلى المرض الذي سوف يصيب فيه الإنسان وهو دا الشعراء من نفس المسمى في الربط ديدان شعرية دا الشعراء دا الشعراء هل له اسم آخر؟ أيضا له اسم آخر وهو التريخينة فلو جينا مصطلح دا الشعراء هو المرض الذي يصيبنا من الديدان ماذا الشعرية طيب كيف يصيبنا هذا المرض عن طريق قيلة أنه عن طريق أكل لحم الخنزير واللحم الغير مطبوخ جيدا وهنا نستدقى الذاكرة لأحكام الشريعة الإسلامية وما أمران الله سبحانه وتعالى من ماذا؟ من توخي الحذر من أكل لحم الخذير وحرم أكل لحم الخنزير لو جينا لكلامنا بسيط أو نبدأ بسيطة عن الخنزير وجدنا أن الخنزير يأكل القادرات تالي تجمع فيه ليس فقط الشعرية الديدان شعرية أنواع أخرى من ماذا؟ من الدينة وهذه حكمة من الله عز وجل أيضا نأتي إلى ماذا؟ في الحيوانات البرية بعض الحيوانات البرية أيضا تتغذى على اللحم أو ممكن أنه تفترس اللحم ولا يطبخ جيدا وبالتالي يؤدي إلى انتقال ماذا؟ ما الأمراض أو هذه الديدان إلى الجسم ودخولها إلى اللحم أو العضل اللحم هو نفس العضل في الجسم ثم نموها فيه ونشوءه وتسبب لنا أورام داخل الجسم لاحظي هنا العينة داخل الجسم وبالتالي أضرار جسيمة على جسم الإنسان المصاب كيف نتقي شرها؟ كيف نبتعد عنها؟ كيف نتجنبها؟ باتباع الشريعة الإسلامية أولا وهي عدم أكل لحم الخنزير وطهو الغذاء جيد النوع الثاني ستكلم عنه وهو الديدان ماذا؟ الخطافية الديدان الخطافية من اسمها ممكن نعطيها لقب خطافية أي تخطف فرصتها فنقول تنتشر عدوى الإصابة تنتشر عدوى الإصابة بالديدان الخطافية أين؟ في المناطق الحارة لو جينا وركزنا الحين على الديدان رح نأخذ رابط كام على هذه الديدان كيف أنها تنشجع في أي المناطق وما هي طرق الوقاية بصفة عامة في المناطق الحارة وذلك عندما يمشي الناس حفاة الأقدام على المناطق الملوثة ركزي حفاة أو ركز معي حفاة الأقدام على ماذا؟ على المناطق الملوثة بهذه الديدان أو بيضها تبدأ هذه الديدان بالإمساك سنرسم هنا بالدخول عن طريق القدم ثم الانتقال إلى الجهاز التنفسي بهذا الشكل بعد ذلك يبتلعها الشخص ثم ترجع إلى الجهاز الهضمي بشكل سريع كواكس سريع إذن تدخل عن طريق الأقدام تنتقل عبر الدور الدموية إلى الجهاز التنفسي ثم يبتلعها مرة أخرى تصل إلى القناة الهضمية ثم تبدأ بألام البطن أو الأمراض التي تسبب للبطن أو أمراض الأم وبالتالي نجد أن الديدان الخطافي كما قلنا تدخل عبر ماذا الأقدام أو المشي حافية القدم كيف نتقي شرها عن طريق ماذا؟ عن طريق اللبس الأحذية وعدم لبس أحذية الآخرين فبالتالي هنا نتقي ماذا؟ شرها كمراجعة سريعة للمقطتين قبل أن ننتقل للديدان الأخرى ما هي أنواع الديدان اللي أخذناها اليوم؟ أول الديدان الشعرية أو داء الشعراء أو التريخينة لاحظوا المسمى داء الشعرية ممكن يسمى أيضا داء التريخينة فبأي المسمية ممكن يأتيك بنفس المسمى أكل لحم الخنزير واللحم الغير مطبوح جيدا سبب الإصابة بها؟ أكل لحم الخنزير واللحم الغير مطبوح جيدا كيف نتقي شرها؟ أحسنتم رائعين طهي الطعام جيدا وتجنب أكل لحم الخنزير النوع الثاني ما هو؟ يا رائعين النوع الثاني هو الديدان الخطافية وقلنا أنها تختطف فرصتها باستياد القدمين الحافية على الأماكن الملوثة أيضا كيف نتقي هذه أو الإصابة بها؟ عن طريق تجنب المشي حافيا وانتعال الأحذية وعدم انتعال الأحذية ماذا؟ الآخرين هذا بالنسبة لمراجعة للنوعين السابقين وهي الديدان الشعرية وهي الديدان الخطافية هل هناك أنواع أخرى؟ هل هناك أنواع أخرى؟ أجل هناك أنواع أخرى ما هي هذه الأنواع؟ نلاحظ لدينا ديدان الأسكارس ولدينا ديدان الدبوسية ولدينا ديدان الفذارية ولاحظي العينات التي أمامك أو لاحظوا العينات التي أمامك ستجدين أنها تشبه الخيط بنفس المسمى وهو النماتودة نبدأ نتكلم عن الديدان الأسكالسكو وهي أشهر وأكثر أنواع إصابة للإنسان لماذا؟ لأنها تأتي من ماذا؟ تأتي من أكل الخضار الخضار صح مفيدة تعمل على إعطاءنا الفيتامينات وخاصة في هذه الظروف وفي هذا الوقت ننصح بأكل فيتامين سي بسبب التجنب الذي يصيبنا الآن وممكن تعطينا فيتامين سي فبالتالي لو استخدمنا هذه الخضروات وأكلناها لا يوجد هناك أي رفض لهذا الشيء ولكن متى؟ متى نقول أنها غير مفيدة عندما لا تغسل أو تنظف هذه الخضروات فبالتالي بدل ما تكون وسيلة صحيحة وسليمة ليستخدمها الجسم تسبب وسيلة لدخول الأمراض إلى الجسم فغسل الحضار جيدا يقينا بحول الله وقوته بعد اعتماد على الله سبحانه وتعالى يقينا بحول الله وقوته من الأصابة بهذه الديدان التي تصيب الإنسان وتسبب له الألام وماذا؟ الأضراء نجي للنوع الثاني وهو الديدان ماذا؟ الدبوسية تكلم عن الديدان الدبوسية من اسمها دبوسية هذه الديدان تصيب الأمعاء تدخل عن طريق الفم وأكثر من يصاب فيها الأطفال لذلك ينصح دائما بتقيم الأماكن والأرضيات وخاصة نجد هذه منتشرة أحيانا في ماذا؟ في أحيانا الملاهي والملاعب ورياض الأطفال فلذلك يجب تنظيف هذه الأماكن تنظيف الألعاب وتعقيمها وتطهيرها وتنقيهتها وأيضا زي ما قلنا حيننا نتبع ماذا؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الطهارة في كل شيء الديدان الدبوسية تكلمنا عنها أنها تبدأ ماذا؟ بالدخول أي قطعة في الفم مثلا يأخذ لعبها الطفل يضعها في فمه ثم تنتقل تكون هذه القطعة تلوثت بالديدان تنتقل إلى جسمه في الأمعاء وتبدأ ماذا؟ تنقل هذه الديدان تخرج إلى الجسم في حالة نوم الطفل عن طريق فتحة الشرط تسبب له حكاك وأحيانا تسلخات في هذه المنطقة وتضع بيضها فتكون المنطقة اللي هو ينام فيها هذا الطفل مليئة بالبيض تظل أسبوعين على هذه الحالة وممكن أنها تعيس فترة هذه الأسبوعين لاحظي فأي ممكن يلامس هذا المنطقة في أي طفل آخر أو الوالدين أو أي أحد آخر ممكن يلامس هذا المنطقة أو المفرش أو حتى المكان اللي يجلس فيها الطفل ممكن أنها تنتقل له هذه البيض ماذا؟ بسهولة كيف نتقي فيها شر هذه الديدان؟ بماذا؟ بالنظافة ثم النظافة ثم النظافة والنظافة مطلب أساسي وحثنا عليها أيضا الدين الإسلامي النوع الثالث وهو ديدان الفيلاري اسم غريب من اسمها ممكن نربطها بالداء الذي تسببه قيل ديدان الفيلاري تسبب داء ماذا؟ الفيل ما هو داء الفيل؟ وكيف تصيبنا ديدان الفيلاري؟ ومن أين تأتي؟ وما هو الحامل لهذه الديدان؟ نأتي إلى أنه ديدان الفيلاري ينقلها عائل وهو البعو تنتقل لنا من ماذا؟ من البعو يحملها يأخذها من شخص مصاب ثم ينقلها للشخص ماذا؟ السليم عندما تنتقل لا تتجه للجهاز الدوراني مباشرة إنما تنتقل مع الجهاز الدوراني إلى الجهاز الانفاول فتعمل على إغلاق الأوعية الدموية وخاصة منطقة السيقان فتبدأ منطقة السيقان بالانتفاخ وظهور علامات ما يسمى بماذا داء الفيل أو قدم الفيل بهذا الشكل الساق العادية بهذا الشكل أما قدم داء الفيل فتكون بهذا الشكل تسبب له إعاقة حتى في الحركة وعلاجها ممكن عن طريق ماذا؟ عمليات جراحية أحيانا نأتي إلى طريقة الاتقاء شرها برأيك كيف أنا أتقي شرها؟ ماذا من ناقل لها البعوض؟ برأيكم كيف أنا ممكن أتقي شرها؟ أو أتقي عدم الإصابة بها؟ أحسنتم رائعين عن طريق ماذا تجفيف المنابع والمصدر الذي تنشأ منه؟ وهو ماذا؟ البرك والمستنقعات ورش المبيدات القضاء على البعوض الذي يسبب نقل ماذا؟ الذي يسبب نقل ديدان الفيلاريا نراجع ماذا أخذنا؟ ديدان الإسكارس تكلمنا عن ديدان الإسكارس؟ تكلمنا عن كيف تنتقل ديدان الإسكارس؟ قلنا عن طريق هي أكثر الأنواع التي تصيب والإنسان وتنتشر في البشر فتنتقل عن طريق أكل الخضروات الغير مغسولة جيدا وعدم غسل الأيدي الملوثة والمطلب الحين مطلب ضروري لغسل الأيدي وتعقيمها بسبب مرض كورونا شفان الله وعافانا وعاف أمتنا غسل الخضروات والأيدي جيدا طريقة الوقاية منها أو الابتعاد عنها بغسل الخضروات والأيدي جيدا وحيانا يستخدمون الماء الدافي لغسلها والقضاء على بيوضها النوع الثاني ديدان الدبوسي هذه من أين تأتي؟ من وضع الإلعاب والأجسام الملوثة فيهم وقلنا غالما من يصاب بها الأطفال لأنهم لا يعون الأشياء الموجودة حولهم ولا النظافة ولا يدركون مدى نظافة الأشياء والأجسام الموجودة أمامهم فأي شيء يستكشفون العالم عن طريق الفم بوضع أي شيء في فمهم خاصة صغار السن ما يقارب من سنة إلى سنتين أكثر المصابين بها النظافة والتعقيم كيف أنا أتقيها؟ بالنظافة وتعقيم الأصح والانتباه لما يطعه الأطفال في أفواههم هم أمانة الأطفال أمانة بأيدينا فيجب الانتباه لكل ما يأخذونه وهذه أمانة في التعقيم وأيضا النظافة ديدان الفلارية التي تسبب ماذا؟ دا الفي تنتقل عن طريق ماذا؟ عن طريق البعوض كيف أتقي شرها؟ مكافحة البعوض الناقل للمرض تجفي في البرك ماذا؟ المستنقعات رش ماذا؟ المبيدة رائعين رائعين ننتقل تقوي حددي الدودة الأسطوانية التي تطاب كل وصف أو حدد الدودة الأسطوانية التي تطاب كل وصف لدينا أوصاف من هذه الأوصاف استنتجي نوع الدودة الأسطوانية اللي أخذناها نأخذنا خمسة أنواع لنلاحظ أول من الوصف أكثر الديدان المتطفلة إصابة للإنسان تصيب الأشخاص عند أكل الخضار الغير مغسولة جيدا ما هي الإجابة؟ أحسنتم رائعين اللي سكارس رائع جدا تدخل جسم الإنسان عندما يكون حافي القدمين ما هو هذا النوع؟ رائع رائع جدا رائع الديدان الخطفية تنتقل عن طريق أكل لحمة الخنزير هذه لا يمكن أن ننساها أحسنتم الشعيرية الديدان الشعيرية تنتقل عن طريق ماذا البعوب؟ أحسنتم رائعين الفيلاريا أكثر مصابين بها من الأطفال رائع رائع جدا الخطاء الدبوسية الدبوسية أكثر مصابين بها من الأطفال ننتقل انتهينا من مراجعة التنوع في الديدان ماذا؟ الأسطوانية وندخل على الدورانيات الدورانيات ممكن نقول أنها كائنات حية تنسب إلى المملكة الحيوانية من تشريح جسمها نسبة المملكة الحيوانية هي نوع من الكائنات اكتشفة حديثة تعتبر اكتشاف حديثة لا يوجد منها يوجد فيها منها ما يقارن من 1800 نوع فقط التي اكتشفت ضمت مع الديدان الأسطوانية لاشتراكها في تركيب الجسم ما هو تركيب الديدان الأسطوانية؟ المشترك مع الدورانيات تجويف الجسم ماذا؟ الكاذب أولا تجويف الجسم الكاذب لنأخذ لمحة سريعة على الدورانيات لأنها تتشابه كثيراً كثيراً مع ماذا؟ الديدان الأسطوانية ولكن نركز على الاختلافات الديدان الأسطوانية لو أتينا وتتبعنا قصة حياتها فنجد أنها أول شيء اكتشاف حديث الثاني شيء هي حيوانات منها ما يقارب 1800 نوع التي اكتشفت أيضاً ممكن نقول أنها تعيش في الماء العذب أي ماذا؟ تعيش في الماء العذب مثل البرك مثل المسطحات أي ماذا؟ حرة المعيشة رائعين حرة المعيشة إذا أتينا لمخطط العلاقات وجدناها مخطط العلاقات التركيبية وجدنا أنها تشترك مع الديدان الأسطوانية في أن كليهما ذوات تجويف جسمي ماذا؟ كاذب ذوات تجويف جسمي كاذب ننطلق منها لنتكلم عن باقي المواصفات بما أن لها تجويف جسمي كاذب إذن تركيب جسمها مشابه لتركيب جسم الديدان الأسطوانية ما هي هذه التركيب؟ تناظرها رح يكون ماذا؟ سيكون ماذا؟ ستكون عديدة خلايا ذات أنسجة ذات تناظر ماذا؟ تناظر جانبي أحسنتم بتتبع مخطط العلاقة لو انتقلنا منها إلى أعلى لو وجدنا أنها ذات تجويف جسمي كاذب ثم بدأنا نتكلم عن تركيب جسمها وجدنا أنها نبدأ بماذا؟ بالتغذية ففي الديدان الأسطوانية كانت ماذا؟ عبارة عن قناة بسيطة لها فتحتين شرج وماذا؟ فم وشرج كذلك بما أنها لها تجويف كاذب تتبعها في ماذا؟ في ماذا؟ في التركيب فنجد أن للدورانيات جهاز هضمي بسيط يبدأ بفتحة الفام ينتهي بماذا؟ بفتحة الشرط نقطة ثانية نقطة ثانية نأتي إلى ماذا؟ إلى التغذية إلى الانتشار إلى الدوران والتنفس فهي تشبه الديدان أيضاً الأسطوانية جسمها بسيط ولها تركيب بسيطة وتجويف كاذب إذن رح يكون ماذا؟ رح يكون التنفس والدوران عن طريق ماذا؟ عن طريق عملية أحسنتم الانتشار نأتي إلى ماذا؟ إلى الإخراج بما أنها نفس تركيب الديدان الأسطوانية وتتبعها في مخطط التركيب نجد أنها ماذا؟ أحسنتم الخلايا اللهيبية تخرج عن طريق ماذا؟ تخرج عن طريق ماذا؟ الخلايا اللهيبية استجابتها المثيرات كيف تستجيب المثيرات؟ لأن الديدان الأسطوانية والديدان المفلطحة تشتري كافية لهم حبال عصبية مزدوجة وحبال تمتدع على طول جسمها لها عضاء حسية ممكن تحس بالأوساط الوسط الذي حولها كذلك بما أنها الدورانيات حرة المعيشة إذن يجب أن تتفاعل في الوسط الموجودة فيه والله سبحانه وتعالى خلق هذه الكائنات حتى تتفاعل مع الكائنات الأخرى بمعنى أنها حرة فإنها تحتاج إلى عضاء أكثر حس فمثل عندها بقع عينية ومستقبلات حسية ممكن تحس بالمواد الكيميائية بالكائنات الأخرى وتحس أيضا بماذا؟ بالضوء حتى ماذا؟ تعرف فريستها وحتى أيضا تنفر من ماذا؟ أو تهرب من ماذا؟ عدوها أو المفترسات أو وسيلة مسائل الوقاية لها هذا بالنسبة لماذا؟ الجهاز العصبي تبقى عندنا بالنسبة للحركة حركة كيف تتحرك الديدان الأسطوانية؟ كيف تتحرك الديدان الأسطوانية؟ لها حركة مميزة الديدان الأسطوانية أحسنتم حركة من جديد أو حركة صوتية تشبه ماذا؟ حركة الصوت سببها ضغط العضلات الطولية على السائل السيلومي الموجود في جسمها بالتالي تتحرك بالتلوي تتحرك لماذا؟ بالتلوي أما الدورانيات أو ذات العجل تسمى أيضا ذات العجل سبب تسميتها بهذا الاسم هو ما يفرقها في الحركة بينها وبين الديدان الأسطوانية لأن الأسطوانية تتحرك حركة من جلية بالتلوي أما الدورانية تتحرك بالأهداب تدور مثل ماذا؟ حركة مراوح الهليكوبتر لو جينا بالربط فيما بينها فعندنا في طرفيها في الرسمة هنا نجد أنها لها أهداب في الأطراف وتتحرك باستخدام هذه هذه الأهداب واضح؟ هذا بالنسبة لماذا؟ لحركة العجليات حجمها بالنسبة لا تقارن بحجم الديدان الأسطوانية طبعا فحجم الديدان الأسطوانية ممكن تصل إلى مليمترات وتصل أحيانا إلى تسعة متر بالنسبة للحيتان أما الدورانيات فهي صغيرة الحجم أقل من المليمتر بمثلا خمسة مليمتر أو واحد من مئة خمسة من مئة مليمتر أو واحد من مئة مليمتر فهي بالنسبة للحجم مقارنة بالدورانيات ماذا؟ مقارنة بالديدان الأسطوانية ماذا؟ صغيرة نبدأ مراجعة لما سبق سريع صغيرة لها أكثر من 1800 نوع تعيش في الماء ماذا؟ العذن هذا بالنسبة للحجم لها تناظر جانبي لنركز سوف نقوم بعملية مقارنة فيما بينها وبين الديدان الأسطوانية لها تناظر ماذا جانبي أيضا ما هي من الصفات أمامك الصفحة ما هي من الصفحة أو أمامك الصفحة ما هي الصفحة أيضا أحسنتم لها تجويف جسمي ماذا؟ كاذب رائع جدا رائع أيضا ماذا؟ لها قناة هضمية لها فتحتان بنفس الديدان الأسطوانية تنفسها بالانتشار دوران بالانتشار الأخراج عن طريق الخلايا اللي هيبية أيضا أيضا أنكم أحسنتم تستعمل الأهداف في ماذا؟ في الحركة رائعين إذا نكون بالتعليم هنا انتهينا من ماذا؟ الدورانيات نعمل الآن مراجعة ماذا؟ سريعة لما سبق دراسة وفق مخطط التركيب للمملكة الحيوانية وضح الرابط بين الديدان الأسطوانية والدورانيات وضح الرابط بين الديدان الأسطوانية والدورانيات رائعين جميل جدا كلاهما يستركان في كونهما لهما تجويف كاذب وبالتالي نفس الصفات التركيبية من تنفس وإخراج ودوران وتغذية واستجابة لاحظين مهارة الربط فيما بينهم الأشياء المتشابهة الأشياء المتشابهة تجويف الجسم نفس الصفات التركيبية من تنفس وإخراج ودوران وتغذية وماذا؟ واستجابة استدل الكلبة التي تحتها خط بكلمة مناسبة نلاحظ هنا تدخل التريخينة جسم الإنسان عندما يمشي حافية القدمين على التراب الملوث استرجعي معلوماتك في التنوع أو استرجعي معلوماتك في التنوع أحسنتم رائعين تدخل الديدان ماذا؟ الديدان الخطافية رائع جدا سؤال اعمل خريطة مفاهيم مستخدم العبارات التالية الدورانيات الأهداب تجويف جسمي كاذب قناة هضمية بفتحتين حر المعيشة الإنشار الخلايا الليهبية قمنا بتنظيم العبارات السابقة في مربعات أسفل لكي نربطهما بماذا؟ بخريطة مفاهيم ما هي؟ تكلم خريطة مفاهيم؟ أحسنتم تتكلم عن الدورانيات عنوان خريطة مفاهيم أنها سوف تتحدث عن الدورانيات أو الدورانيات أيضا ما هي أقسامها التي سوف تفند لها؟ الانتشار يطبع ماذا؟ يطبع جزئين اللي هما ماذا؟ التنفس وعندنا ماذا؟ الدوران فسوف يتكرر عندنا في مرحلتين فممكن إيش؟ يكون الأول شيء الدوران أو انتقال المادة الغذائية عن طريق مثلا الانتشار التغذية تتغذى قناة ذات فتحتين حسنتم قناة بسيطة ذات فتحتين الدورانيات كيف؟ التجويف كاذب أحسنتم إذن التجويف عندنا كاذب حرة ماذا نطلق عليها ممكن؟ رائعين المعيشة الانتشار الآخر قناة دوران عن طريق الانتشار أيضا رائع التنفس جميل جدا خلايا لهيبية وسيلة من وسائل ماذا؟ توازن أيضا أحسنتم الإخراج الإخراج رائعين أيضا الأهداب الأهداب خاصية مهمة للكائع الحي اللي هي ماذا؟ ونستطيع أن نفرق بينها وبين الديدان الأسطوانية وقلنا الديدان الأسطوانية الديدان الأسطوانية مجلية صوتية فخصينا فيها ماذا؟ أحسنتم الحركة رائعين رائعين حفظكم الله هذا مراجعة كاملة تم بحمد الله وتوفيق درسنا اليوم دعوة صادقة بأن يحفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين يرفع عنا هذه الغمى وأن يكتب لنا ولكم أجر طالب العلم ومعلم الناس الخير دن دن بصحة وعافية وحفظ من الرحمن ترجمة نانسي قنقر